كان عبدالله بن المبارك رجلا صالحا وفي العام الذي أراد فيه الحج خرج في ليلة ليودع أصحابه قبل سفره وفي الطريق شاهد منظرا ارتعدت له أوصاله واهتزت له أعصابه حيث وجد السيدة في الظلام تنحني على كومة من قمامة وتلتقط منها دجاجة ميثة تضعها تحت ذراعها وتنطلق في الخفاء فنادى عليها وقال لها ماذا تفعلين يا أمة الله فقالت له يا عبدالله أترك الخلق للخالق فلله تعالى في خلقه شؤون فقال لها ابن المبارك ناشدتك الله أن تخبريني بأمرك فقالت المرأة له أما وقد أقسمت علي بالله فلا أخبرنك فأجبته دموعها قبل كلماتها إن الله قد أحل لنا الميتة أنا أرملة فقيرة وأم لأربع بنات غيب الموت راعيهم واشتدت بنا الحال ونفد مني المال وطرقت أبواب الناس فلم أجد للناس قلوبا رحيمة فخرجت أتلمس عشاء لبناتي التي أحرق لهيب الجوع أكبادهن فرزقني الله هذه الميتة أفمجادلني أنت فيها وهنا تفيض عيناء ابن المبارك وقال لها خذي هذه الأمانة وأعطاها المال كله الذي كان ينوي به الحج وأخذتها أم اليتامة ورجعت إلى بناتها وعاد ابن المبارك إلى بيته وخرج الحجاج من بلده فأدوا فريضة الحج ثم عادوا وفي المنام يرى ابن المبارك رجلا يشرق النور من وجهه يقول له السلام عليك يا عبد الله ألاست تدري من أنا أنا محمد رسول الله أنا حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة جزاك الله عن أمتي خيرا لقد أكرمك الله كما أكرمت أم اليتامة وسترك كما سترت اليتامة فيا من تتباهون بكثرة الحج والعمرة والطواف بالكعبة طوفوا حول الفقراء حتما ستجدون الله عندهم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فتاة مسلمة عفت والتزمت بدينها وارتقت بأخلاقها فرزقها الله بتدبيره وقدرته بزوج مسلم وعندما حانت ساعة الزفاف دخل العروسان إلى منزلهما وقدمت الزوجة العشاء لزوجها واجتمع على المائدة وفجأة سمع الاثنان صوت قرع الباب فانزعج الزوج وقال غاضبا من ذا الذي يأتي في هذه الساعة قامت الزوجة وبقفت خلف الباب وقالت من بالباب فأجابها الصوت من خلف الباب سائل يريد بعض الطعام عادت الزوجة إلى زوجها وقالت له سائل يريد بعض الطعام فغضب الزوج وقال أهذا الذي يزعج راحتنا ونحن في ليلة زفافنا الأولى خرج الزوج إلى الرجل وضربه ضربا مبرحا ثم طرده شر طرده ثم خرج الرجل وهو لا يزال على جوعه والجروح تملأ روحه وجسده وكرامته بينما عاد الزوج إلى عروسه وهو في ضيق شديد من ذلك الذي قضع عليه متعة الجلوس مع زوجته وفجأة أصابه شيء يشبه المس وضاقت عليه الدنيا بما رحبت فخرج من منزله وهو يصرخ وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها الذي فارقها في ليلة زفافها ولأنها مشيئة الله فقد صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند الله تعالى وبقيت على حالها لمدة خمسة عشر عاما وبعد هذه المدة وتلك الحادثة تقدم شخص مسلم لخطبة تلك المرأة فوافقت عليه وتم الزواج وفي ليلة الزفاف الأولى اجتمع الزوجان على مائدة العشاء وفجأة سمع الاثنان صوت الباب يقرع فقال الزوج لزوجته اذهب وافتح الباب قامت الزوجة ووقفت خلف الباب ثم سألت من بالباب؟ فرد من خلف الباب قائلا سائل يريد بعض الطعام فرجعت إلى زوجها وأخبرته بما يريد السائل فرفع الزوج المائدة بيديه وقال لزوجته خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع وما بقي من طعام فسنأكله نحن ذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي فسألها ماذا بك؟ لم تبكين؟ ماذا حدث؟ هل أخطأ السائل في حقك؟ فأجابته والدموع تفيض من عينها لا ولكن هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل خمسة عشر عاما وفي ليلة زفافي منه طرق سائل بابنا فخرج زوجي وضرب الرجل ضربا موجعا ثم طرده ثم عاد إلي متهجما ضائق الصدر ثم أظنه جن أو أصابه مس من الشياطين فخرج هائما لا يدري أين يذهب ولم أره بعدها إلا اليوم وهو يسأل الناس فانفجر زوجها باكيا فقالت له ما يبكيك؟ فقال لها أتعرفين من هو ذاك الرجل الذي ضربه زوجك؟ إنه أنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير خرج رجل من داره ليمشي قليلا وفجأة رأى في طريقه بقرة يكاد ينفجر الحليب منها من كثرة خيرها وبركتها وعند رؤية هذا المشهد تذكر هذا الرجل الطيب جاره فقير الحال الذي لديه بقرة ضعيفة وصغيرة لا تنتج الحليب وعنده سبع بنات فأقسم الرجل أن يشتري هذه البقرة ويتصدق بها على جاره قائلا في نفسه قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وبالفعل اشترى البقرة وأخذها إلى بيت جاره فرأى الفرح والسرور على وجهه فشكره الجار كثيرا على معروفه هذا وبعد مرور عدة أشهر جاء الصيف وتشققت الأرض من شدة الجفاف وكان الرجل من البدو يرتحل من مكان إلى مكان بحثا عن الطعام والماء ومن شدة الحر والعطش لجأ الرجل في يوم إلى الدحول وهي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية لها فتحات فوق الأرض ويعرفها البدو جيدا نخلها الرجل وحيدا ووقف أولاده ينتظرونه في الخارج وفجأة ضل الرجل طريقة ولم يستطع الخروج مرة أخرى وبعد انتظار أولاده طويلا أيقنوا أنه مات أولدغه ثعبان أو تاه تحت الأرض وهلك كان أولاده ينتظرون هلاك أبيهم ليقتسموا ماله فيما بينهم فأسرعوا إلى المنزل وأخذوا الميراث ثم فكر أوسطهم وقال لإخوته هل تتذكرون البقرة التي أعطاها أبانا لجارنا إنه لا يستحقها وهي ملك لنا فذهبوا ليأخذوا البقرة فقال الجار لقد أهداها لي أباكم وأنا أستفيد من لبنها أنا وبناتي فقالوا له أعد لنا بقرتنا واخذ هذا الجمل الصغير بدلا عنها وإلا أخذناها بالقوة وحينها لن نعطيك أي شيء بالمقابل فهددهم الرجل قائلا سوف أشكوكم إلى أبيكم فرد الأبناء في صخرية أشكو إلى من تشاء فإنه قد مات فزع الرجل وسألهم كيف مات ولا أدري فقالوا له دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج منه حتى اليوم فقال الرجل دلوني على طريق هذا الدحل وخذوا بقرتكم ولا أريد منكم شيئا وعندما وصل الرجل إلى مكان الدحل ربط حبلا في وسطه وأوصله إلى خارج الدحل وأوقد نارا ونزل داخل الدحل وأخذ يمشي حتى بدأ يسمع أنينا خافتا فمشى باتجاهه حتى وجد رجلا حيا يتنفس فأخذه وربطه معه إلى خارج الدحل وسقاه حتى دبت الحياة في الرجل من جديد فحمله إلى داره كل هذا وأولاده لا يعلمون شيئا تعجب الجار من أمر الرجل وسأله كيف ظل أسبوعا تحت الأرض حيا ولم يمد فقال الرجل دخلت إلى الدحل ووجدت الماء ولكني ضللت الطريق ولم أستطع العودة فأخذت أشترب من الماء لمدة ثلاثة أيام وقد بلغ مني الجوع مبلغة فاستلقيت على ظهري وسلمت أمري إلى الله عز وجل وإذا بي فجأة أشعر بلبن بارد يتدفق على لساني من إناء عال لا أراه في الظلام وكان هذا الإناء يأتيني ثلاث مرات كل يوم ولكنه انقطع منذ يومين فجأة ولا أعرف سبب انقطاعه فأخبره الرجل عن سبب انقطاعه وهو أن أبناءه جاؤوه وأخذوا منه البقرة التي أعطاها له من قبل وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صنائع معروف تقي مصارع السوء ها أنتم هؤلاء تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يقول داعية من دعاة الإسلام في الكويت بينما أنا نائم إذ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول لي أخبر فلان ابن فلان الفلاني أنه من أهل الجنة فاستيقظت وقد حفر اسم الرجل في ذاكرتي لكني تعجبت من الأمر لأني لا أعرف رجلا بهذا الإسم وكنت في ضيق كوني لم أجد طريقة لتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني أعلم أن رؤياه حق وأنه يقع علي تنفيذ ما أمرني به وفي ليلة تالية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية وردد علي ما قال في الرؤية الأولى أخبر فلان ابن فلان الفلاني أنه من أهل الجنة فاستيقظت وبدأت أسأل وأتحرى أمر الرجل بحثت في دليل الهاتف وسألت الاستعلامات بل طلبت من بعض الإخوة في دوائر الأحوال المدنية أن يستطلع لي هذا الأمر وكل محاولاتي باءت بالفشل ومرت أيام وأنا أكثر من الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كي يعرفني الله بهذا الرجل ومرت أيام وأنا على هذا الحال حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية ثالثة يقول لي أخبر فلان ابن فلان الفلاني في مدينة الرياض وعنوانه كذا أنه من أهل الجنة وعندما استيقظت لم أتردد في السفر إلى الرياض للبحث عن هذا الرجل المبارك ولما وصلت للعنوان وسألت عن الرجل في حيه دلني جيرانه عليه فطرقت بابه ففتح لي رجل عادي المظهر فسألته أين أجد فلان ابن فلان الفلاني فقال لي أنا هو تفضل فقصصت على الرجل القصة فأخذ يبكي بكاء كثير ثم قال لن أترك سبيل الله وعمل الخير ولن يراني الله أبدا إلا في طاعته فسألته بالله عليك أخبرني بسرك هل تقوم بعمل معين حتى تكون من أهل الجنة فصمت الرجل ثم قال بعد تردد أقول لك على شرط أن لا تذكر اسمي بين الناس فإنه لا يعلم سري إلا الله فوافقت دون تردد فقال لي كان لي جار له زوجة وأبناء وتوفاه الله تعالى وأنا رجل موظف وراتبي يكفيني وأسرتي ولكني أشعر بحاجة هذه العائلة فكنت أقسم راتبي إلى نصفين أعطيهم نصفه دون أن يعرف من الذي ينفق عليهم ولا يعلم أحد بهذا حتى زوجتي عندها عرفت السر فهذا الرجل كان مخلصا وصادقا في كفالة هؤلاء الأيتام وأنفق من أعز ماله على قلته فاستحق أن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذكر الشيخ نبيل العوضي أن في زمن بعيد كان هناك ملكا من الملوك أراد أن يبني في مملكته مسجدا وأراد أن يكون هذا المسجد من ماله فقط دون مساعدة من أحد وقد حذر جميع الناس بعدم المساعدة المادية أو غيرها في بناء هذا المسجد ومرت الأيام وتم بناء هذا المسجد وأصبح أكبر المساجد في المملكة ووضع عليه اسم الملك وفي ليلة من الليالي رأى هذا الملك في منامه أن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسم هذا الملك عن المسجد ويضع بدلا منه اسم امرأة فاستيقظ الملك من نومه مفزوعا وأرسل جنوده حتى ينظرون إلى المسجد ويتأكدون من أن اسمه ما زال عليه فذهب الجنود ورجعوا وأخبروه أن اسمه ليزال مكتوما عليه فأخبرهم بما رأى فقالوا له لا تقلق يا مولانا فهذه أضغاث أحلام وفي الليلة التالية نام الملك ورأى نفس الرؤية من جديد وفي الصباح استيقظ الملك مفزوعا أيضا وأرسل جنوده من جديد ليتأكدوا أن اسمه ما زال موجودا على المسجد فذهب الجنود ورجعوا ليخبروه أن اسمه لا يزال على المسجد اشتد غضب الملك وحيرته وعندما جاءت الليلة الثالثة نام الملك وتكررت معه نفس الرؤية من جديد فقام الملك من نومه وكان قد حفظ اسم المرأة الذي يكتبه الملك على المسجد فذهب إلى جنوده وأعطى لهم اسم المرأة وأمرهم أن يحضروا له هذه المرأة فذهبوا يبحثون عنها فوجدوها عجوزا فقيرة فأحضروها إلى قصر الملك وقفت المرأة العجوز أمام الملك ترتعش من الخوف وهي لا تعرف لماذا يريدها ولماذا دعاها إلى قصره فقال لها الملك هل ساعدت في بناء المسجد الذي بنيته فقالت المرأة في خضوع لا يا مولاي فأنا امرأة عجوز فقيرة وقد سمعت تحذيرك ولا يمكنني أن أعصيك فقال الملك أسألك بالله أخبريني ماذا صنعت في بناء هذا المسجد فقالت له والله ما فعلت أي شيء في بناء هذا المسجد إلا أنني مررت ذات يوم بالقرب من المسجد فرأيت أحد الدواب التي تحمل الأخشاب والأدوات الخاصة ببناء المسجد مربوطا بحبل إلى وتة في الأرض وكان بالقرب منه قدر به ماء وكان الحيوان لا يستطيع الوصول إلى هذا القدر حتى يشرب بسبب الحبل المربوط به وقد بلغ منه العطش مبلغا فقربت له هذا القدر وسقيته فشرب حتى شبع والله هذا كل ما صنعت ولم أعمل غير ذلك نظر الملك للأرض في خجل وقد فهم ما حدث قائلا فعلت هذا لوجه الله فقبل منك الله عملك أما أنا ففعلت ليقال هذا مسجد الملك ويكتب عليه اسمي فلم يقبل الله مني انتهى الملك من حديثه وأمر جنوده أن يكتبوا اسم المرأة العجوز على المسجد بدلا منه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يقول أحد المدرسين بجدة وأنا في غرفة المدرسين صببت كأس شاي لأشربه فضرب الجرس ولأن مدير المدرسة شديد جدا ويحب أن يتوجه المدرسون للصف عند قرع الجرس فورا ولأن الشاي حار جدا رأيت عاملا فلبينيا فابتسمت في وجهه وأعطيته الكأس في اليوم التالي جاءني العامل الفلبيني وقال لي أنه متفاجئ فهذه أول مرة يرى ابتسامة مدرس في وجهه بل ويعطيه كأسا من الشاي وكأن هناك شيء خطأ لقد فوجئت أنا بهذا الكلام من هذا العامل البسيط ووقفت في غاية الحرج أمامه فقلت له أردت أن أكرمك ونحن مسلمون وهذا من خلقنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فرد علي بكلام زاد من إحراجي وتأنيبي لنفسي وذلك عندما قال لي لي هنا عامان لم يكلمني أحد مكثت هنا عامين لم يكلمني أحد منكم بكلمة أو يبتسم لي بابتسامة ثم فاجأني بمفاجأة أدهشتني عندما أخبرني بأنه يحمل شهادة الماجستير في العلوم وأن شدة الفقر جعلته يقبل بهذه الوظيفة في بداية الأمر لم أصدقه وأردت أن أختبره فدعوته للبيت حيث كانت ابنتي في الصف الحادي عشر ولديها سؤال في العلوم ثم أطلعته على موسوعة العلوم باللغة الإنجليزية فأجاب بطلاقة ما بعدها طلاقة فتأكدت حينها من صحة كلامه من يومها ظل هذا الصديق الفلبيني يزورني كل جمعة وبدأت في كل لقاء أحدثه عن الإسلام وأعامله أفضل معاملة بإخلاص وحب حقيقي وبعد شهرين أعلن إسلامه ثم أقنع أكثر من عشرين من أصدقائه بالإسلام والسبب ابتسامة مع كأس شاي فقلت في نفسي صدقت يا رسول الله يا من قلت لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما ينقاها إلا الذين صبروا وما ينقاها إلا ذو حظ عظيم كان أحد عمال المنازل يعمل خادما لدى أحد الأثرياء المشهير وكان من عادة هذا الثري أن يستقل سيارته الفارهة كل يوم وعندما يحييه الخادم بالسلام كان الثري لا يرد التحية وفي يوم رأى الثري هذا الخادم وهو يلتقط كيسا فيه بقايا طعام نظرا لفقره ولحالته المادية الصعبة فتجاهله الثري وكأنه لم يرى شيئا وفي اليوم التالي وجد الخادم كيسا بنفس المكان ولكن الطعام كان فيه مرتبا وطازجا أخذ الخادم الكيسا وفرح كثيرا إلا أنه لم يهتم بأمر الكيس أو يسأل نفسه من أين جاء وأصبح الخادم كل يوم يجد نفس الكيس وهو مليء بالطعام وحاجيات البيت كاملة فكان يأخذه حتى أصبح هذا الموضوع روتينيا إلا أنه بدأ يتساءل هو وزوجته وأولاده من ياترى هذا الرجل التقي النقي الخفي الذي يتصدق علينا بكيسه كل يوم كان الخادم يدعو له ويوصي زوجته وأولاده بالدعاء له وفي يوم من الأيام شعر الخادم بجلبة في العمارة فعلم أن السيد الثري قد توفي وكثر الزائرون في ذلك اليوم ولكن أتعس ما كان في ذلك اليوم بالنسبة للخادم أن الرجل الصالح قد نسي الكيس حتى ظن أن أحدا من الزائرين قد سبقه إليه وفي الأيام التالية لم يجد الخادم أيضا الكيس وهكذا مرت الأيام مما زاد وضع الخادم المادي سوءا فقرر أن يطالب السيدة زوجة الثري المتوفي بزيادة الراتب أو أن يبحث عن عمل آخر وعندما كلمها الخادم قالت له في دهشة كيف كان المرتب يكفيك وقد صار لك عندنا أكثر من سنتين ولم تشتكي فماذا حدث الآن فأخبرها عن قصة الكيس فسألته ومنذ متى لم تعد تجد الكيس فقال لها بعد وفاة سيدي وهنا انتبه الخادم لشيء حيث سأل نفسه لماذا انقطع الكيس بعد وفاة سيدي مباشرة فهل كان سيدي هو صاحب الكيس ولكن تذكر معاملته التي لم يرى منها شيئا سيئا سوى أنه لا يرد السلام فغرور قطعين زوجة الثري بالدموع وعلى الفور قررت بأن تصل ما بدأه زوجها وانقطع بعد وفاته وعاد كيس الخير إلى الخادم مرة أخرى ولكن هذه المرة كان يستلمه بيديه من ابن الثري وعندما كان الخادم يشكره كان ابن الثري لا يرد عليه فشكره بصوت مرتفع فرد عليه وهو يقول لا تأخذني فأنا ضعيف السمع كوالدي بكى الخادم بكاء شديدا وهو يقول كم نسيء الظن بالآخرين ونحن لا نشعر ولا نسأل ولا نستفسر لكي نعرف لماذا يتصرف معنا البعض بأمور لا نحبها لعل معهم العذر ولا نعرفه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَاهُ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيلٌ منذ طفولته وحتى أصبح في الثانوية العامة كان أيمن من الأوائل والمتفوقين دراسيا وكان يحافظ على صلاته في أوقاتها ولا يعرف إلا المذكرة وطاعة والديه حتى أتم امتحاناته في الثانوية العامة وقد وعده والده بشراء سيارة له إذا ما كان من الأوائل بعد الانتهاء من الامتحانات بدأ أيمن رحلته مع الإنترنت فأصبح ليلة نهار جالساً أمام الكمبيوتر يتبادل الأحاديث مع أصدقائه وصديقاته على الفيسبوك ومن خلاله تعرف على مجموعة من أصدقاء السوء غيروا نظام حياته فأصبح يتأخر عن الصلاة ثم انقطع عنها كما أصبح لا يهتم بوالديه ولا ببرهما وتدهورت حالته الصحية بسبب السهر حتى الفجر وتدخينه وتعاطيه لبعض أنواع السموم حتى يثبت لأصدقائه بأنه من الأقوياء كل هذا تم خلال شهر واحد ومرت الأيام وظهرت نتيجة الثانوية العامة وحصل أيمن على مجموع بنسبة 97% وانتظر عودة والده لتحقيق وعده له بشراء السيارة وفي هذا اليوم علم الأب وهو في عمله بنتيجة ابنه وعندما عاد للبيت استقبله أيمن بجملة واحدة وهو شبه نائم أين السيارة التي وعدتني بها فابتسم الأب واحتضن ابنه ثم أخرج من جيبه علبة بها مصحف وقال لابنه خذ هديتك رد أيمن في غضب شديد بعد كل هذا التعب تعطيني مصحفا ثم ألقى بالمصحف في وجه أبيه وقبل أن يغادر المنزل سب أباه وقال لن أعود إلى هذا البيت وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما توفي الأب من الصدمة في نفس اليوم الذي خرج فيها أيمن من المنزل وبعد عدة أسابيع ندم أيمن على فعلته وقاطع أصدقاء السوء وعاد إلى بيته فوجد المصحف في غرفته ملقى على الأرض كما كان والعلبة مفتوحة فتحسر على ما فعله وأراد أن يقرأ بعض الآيات فإذا به يفاجأ بأن المصحف ما هو إلا علبة وداخلها مفتاح السيارة التي كان والده قد وعده بها فانهار أيمن وقام بتحطيم جهاز الكمبيوتر وهو يبكي بكاء شديدا وبعدها أصيب بشلل من هول الصدمة ومن ندمه على ما فعل وعلى تسرعه في الحكم على والده ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا